سلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب تكونوا في خير انا عارف ان الدرس السابع ممكن يكون المسائل اللي فيه مش سهلة شوية صعبة محتاجة حلم محتاجة دعم فعشان كده عملت لكم فيديو مخصوص احل لكم فيه مسائل على الفيديو ده بيحل مسائل بس على الدرس رقم سبعة عشان عارف ان دي حيجز ايه مهمة جدا وممكن تكون محتاجة شوية تركيز اه قبل ما نبدأ انا عايزك يكون معي كورا وقلم جنبك كده شايلهم والكالكوليتور ومجهزهم معي عشان تحل معي سؤال بس سؤال عشان لو في اي مشاكل تلاحظها واحنا ماشيين اه ما تنساش برضو تعملي سبسكرايب ولايك للفيديو ده علشان يوصل لك اي حاجة تانية بعد ازلها لك توفير اه تعالى نشوف كده اول سؤال هنا هنحله سؤال رقم تلاتة خلينا نشوف السؤال ده بيقول ايه يقول لك ايه هي اللي بتأثر على عند نقطة معينة تمام هو ايه اصلا القانون بتاع لو معاك وراء وقلم على جنب كده عايزك تكتب الحاجات دي معي عايزك تكتب ان بتاع رو جي اتر تمام اوكي خلينا بقى نجاوب السؤال ايه هي الحاجات اللي بتأثر على فهم الحقيقة حاجتين احنا نقدر نعجبهم على طول من القانون ان هو الرو والاتش هي دي الحاجات اللي بتأثر معنا على فهتلاقي ان الرو دي اللي هي الدينستي والاتش دي اللي هي الدبسة العمق تمام تاني حاجة بيقول لك برضو ايه هي الفاكرة اللي بتأثر على يعني ناخد بالنا ان هنا بيسع على وهنا بيسع على يعني مقارنة بالسؤال اللي قبله طيب ايه الفرق ما بين التوتر بريشر والتوتر بريشر هو هو بالزبط بس بنجمع عليه تمام هو ده الفرق الوحيد تمام فالفاكتورز اللي هتبقى بتأثر عليه هنلاقيها طبعا هي هي بس هنزود فاكتور واحد كمان اللي هو يعني هتكون الفاكتورز اللي بتأثر على هي برضو هي هي الدينستي والدبس وهنزود عليهم بس اتموسفيريك مهم قوي القانون ده نكون كتبينه جنبنا عبارة عن ايه؟ التوتر عبارة عن بريشر اتموسفيريك بلاس بريشر الليكوود اللي هو الروزي اتر خلينا نحل اول مسألة معانا ايه هي الجيفنز اللي موجوب معانا بيقولك ان احنا البيز اريا بتاعت الفيش تانك ايكوال 640 سنتيمتر سكوير سنتيمتر سكوير واحنا مش بنشتغل بالسنتيمتر سكوير هنا دي اريا يبقى 640 دي الاريا اللي احنا هنحتاجها في السؤال فهنقول الاريا ايكوال 640 سنتيمتر سكوير بس احنا قلنا مش بنشتغل بالسنتيمتر سكوير بنشتغل بالميتر سكوير فعشان نحويلها من سنتيمتر سكوير للميتر سكوير محتاجين نعمل تايمس 10 باور نيجاتف فور ماشي لما نعمل الاريا دي تايمس 10 باور نيجاتف فور هتطلع 0.064 متر سكوير تماما احنا كده ايهو حسب نعله الاريا دي اول حاجة هنحتاجها علشان نعرف نحل السؤال تماما نقرأ بقية الجفن بيقولك التانك كونتين 1280 نيوتن يعني عندنا 1280 نيوتن ايه كلمة نيوتن دي احنا قلنا الحرف نيوتن ده كل ما منشوفه يبقى دي كده فورس تماما بيبقى كده الاف عندنا 1280 نيوتن هو ده كده كل الجفن اللي معانا هو طالب بقى ان احنا نحسب ايه نحسب يعني طالب اللي كوه قانون هو فورس على اريا او رو جي اتش الاتنين دول بيحسبوا الاتنين بيعملوا نفس الحاجة بس احنا على حسب الجيفن اللي معانا في السؤال بنختار احنا هنحل بالقانون ده اولا بالقانون ده فاحنا في القانون معانا فورس ومعانا اريا يبقى هنحل باكيد مش هنحل بالرو جي اتش لان احنا معناش الرو ولا اتش ولا مدينة جي يعني حتى طيب احنا هنحل ازاي نحل بالقانون بتاع الفورس على اريا الفورس مدهل بكامية طارة مدهلنا 1280 على الاريا 0.064 عايزة كنت بتحل معايا حتى لو يعني حول كده توقف الفيديو وتحل السؤال بنفسك معرفتش شغل الفيديو كده واخد مني معلومتين ثلاثة وبعدين كمل حل شوف حاول تحل انت السؤال لواحدك ولما تعطل تشوفني انا عملت ايه وحاول تحل السؤال الاخر ما تحلوش بعينك يعني حل كده في ورقة معايا ولما توصل للشكل ده ما تسيبوش وتكمل وتخوش ع السؤال البعد ولأ حطو عالقالة عشان لما يطلع لك رقم تبقى شايف ان الارقام دي بتطلع كبيرة بتطلع صغيرة العادي بتاع الدرس الارقام بيطلع شكلها هتعمل ازاي مش يعني لو طلع لك رقم ديسمال او رقم كبير قوي تقول الاجابة شكلها غلط لا عايزك تحل بنفسك عشان تشوف فالكلام ده لما نحطه على الايلة هيطلع عشرين الف كويس ده كده البريشر اليونت بتاعت البريشر ايه اليونت بتاعت البريشر بس كال وقولنا قبل كده اليونت مهمة جدا لو كتبت السؤال من غير ما تكتب يونت فانت كده غلط تماما ناخد بالنا بقى ان لو جلنا سؤال مقالي وجلنا في السؤال المقالي ده مسألة فتبقى عارف اه المسألة بتتصحح ازاي المسألة بتتصحح ازاي دلوقتي احنا عندنا في السؤال كتبنا اربع معلومات اول حاجة احنا كتبنا القانون دي بيكون عليها نص درجة التعويض في القانون بيكون عليه نص درجة والناتج النهائي اللي احنا طلعناه ده بيبقى عليه نص درجة وليونت عليها نص درجة. كل حاجة من دول عليها نص. فما ينفعش تكتب حاجة وتيب حاجة. لازم اللاربعة حاجات دول يكونوا مكتوبين. فلو سقطت ان انت تكتب اليونت او ما عوضتش في القانون وكتبت الناتج النهائي على طول. دي حاجات بممكن تناقصك وانت ما تبقاش عايف انت نقصت لها. اه بعد كده هو طالب بالباسكال وبعدين طالبه تاني بالبار. عشان كده احنا محتاجين نطلع الناتج اللي احنا عملناه بالباسكال ده عايزين نحوله. بنحول ازاي بقى من باسكال لبار. بنحوله عن طريق نحن نعمل تايمستن بقى النجاتيب فايف. فلما تحول الكلام ده هيطلع على زيرو بوينت زيرو بوينت تو بار. اوكي. تعال نشوف السؤال ده بيقول لك الكوليت زاتو اوه تحولية ascending. عشي طوالب Angry at a point. يعني هنا عايز.تحول هذا 쓰�hole. متحولizesuto. موت فمторов Dew. او pulled بلس بتاعت Brief prompt. مات دينا بيقول لك التحول 전حول اله 30 متر. بلوز سيرفس اف زا سي. عشرة خمسة وعشرين يعني كده الرو اللي هي الدينسي. تين توني فايف. كيلو جرام بير ميتر كيوب. مدينة الاكسلراشن ديو تو جرافيتي اللي هي الجي. مدينة الجي. نايم بوينت ايت. ميتر برساكند سكوير. عند اتموسفيريك بريشا ات زا سيرفس كده احنا معانا كل حاجة نقدر نحل بها. عايزين نعوض على طول. يبقى كده البرشير التوتل ايكوال برشير اتموسفيريك. والبرشير اللي كود ده قانون بتاعه ايه? رو جي اتش. ماشي. لما نيجي نعوض برشير اتموسفيريك اهو. وان بوينت زيرو سيرتين. تايم ستين باور فايف. بلس. رو جي اتش. الرو اهي معانا. الف خمسة وعشرين. في الجي. نايم بوينت ايت. في الاتش اللي هي سيرت. عايزك تعوض بنفسك بالاركام دي و تحطها على الالة. ما تبقاش بس تتفرج علشان تحس الاركام. عشان لما الرقم داي طلع معك على الكالكوليتور. تشوف انت عارف تكتبه على الكالكوليتور ولا في حاجة كتبتها بوصف معك الدنيا والكالكوليتور طلعت لك رقم غريب. فعايزك تجرب بنفسك. طيب فالرقم ده لما حطناها الكالكوليتور طلع بالشكل ده. ربعمائة واثنين ستمائة وخمسين. الكلام ده طبعا احنا بنقيس بريشر وكل الاركام اللي احنا معوضين بها دي بتطلع بسكال. فالرقم هيطلع بالبسكال. لو قالك حولهولي البار هنعمل ايه? هنعمل طايمستين باور نيجاتف فايف. يبقى كده ربعمائة واثنين ستة خمسين. طايمستين باور نيجاتف فايف. عشان يطلع لنا بالبار فهيطلع فور بوينت زيرو تو سيكس فايف بار. تمام? فلو طلبوا بالبسكال قد نطلعناها بالبسكال. طلبوا بالبار قد نعرفنا بنحول ازاي من بسكال لبار. في السؤال ده بيقول لك ايبقى? يعني ايه? يعني هي المجهول اللي عندنا. اتا بوينت بلوز سيرفس افليك. جيفن ذات بتاع الليكود عندنا خمسة بار. يعني قد ايب الباسكال. خمسة بار دي البار الواحد ميت الف. هيبقى الخمسة بار دول خمسمائة الف. ماشي. كيلو جرام بار ميتر كيوب. والجرافتي تن ميتر بار ساكند سكوير. القانون اللي عندنا اللي احنا عارفينه بيقول ايه? بيقول لك البريشر بتاع الليكود. ايكوال رو جي اتش. ماشي. ايه اللي حاجة اللي احنا عايزين نحسابها هنا هي الاتش. الاتش دي عايزينها تكون في ناحية لوحدها عشان نعرف نحسابها. مدايقنا هنا الرو والجي. دول عايزين نوديهم الناحية التانية. دول هنا مضربين في الاتش. يعني فيما بينهم هنا طايمز. طيب لو راحوا الناحية التانية هيروحها هيكونوا بالدفايدد. يبقى كده القانون اللي هنحساب بيه. هنوصل لان هو هيكون ان الاتش ايكوال بريشر الليكود. اوفل رو في جي. ماشي بريشر الليكود قل دي ايه? قلنا خمسمائة الف. الرو بالف. والجي بتن. الكلام ده لما نحسبه. يطلع هنا التلت اصفار دول هيروح مع التلت اصفار دول هيتطلع دينا خمسين متر. طيب هل السؤال ليه طريقة تانية ممكن يتحل بيها اسهل من كده? هو طبعا اه. احنا كده جبناها بالطريقة التقلدية. دي الطريقة الصحة ان السؤال يتحل بيها. ممكن نحن لها بطريقة تانية بمعلومة احنا عارفينها في الدرس اصلا ان كل ما بننزل تحت سطح البحر عشرة متر الضغط بيعمل واحد بار. طيب احنا نزلنا عشرين متر هيبقى اتنين بار. نزلنا خمسين متر هيبقى خمسة بار. طيب هو هنا بيقولك الضغط اصلا خمسة بار. نفهم من كده ان الدبس خمسين متر عواتور. مش محتاجين نحسبه. ممكن تحل لها بالطريقة دي وممكن تحل لها بالطريقة دي اللي يريحك. وطبعا لو لتش اقال جاي لك تشوز. يبقى احسن ان انت تحل له بالطريقة السهلة اللي بتوفر وقت. فالطريقة اللي بتوفر وقت ان انت خلاص هتقول دور خمسة بار يبقى العمق خمسين متر على قول. لان الواحد بار بعشرة متر. هنا بيقولك ان احنا عندنا اتنين كونتينر. if we know that the density of liquid x is greater than that of liquid y. يعني الدنس بتاعت liquid x دنس كبيرة. والدنس بتاعت دنس قليلا. همشي? هنا دي عالية وهنا دي واطر. بس بيقولك يعني الاتش هنا هو هو الاتش هنا. الاتنين ليهم نفس الاتش. اتش واي ايكول اتش اكس. بس الدنس بتاعت اكس كبيرة والدنس بتاعت واي قليلا. اوكي. البرشور عندنا بيقولك هنا انه عنده اه اعلى لكو برشور. هو البرشور بتاعت liquid قانونه ايه? رو جي. اتش. ماشي. بيقولك الاتنين عندهم نفس الاتش. ايكول. والاتنين عندهم نفس الجي. بس ما عندهمش نفس الرو. ما عندهمش نفس الدينس. تمامي. يبقى كده ناخد بالنا ان البرشور بتاعت liquid مع الدينس. اللي عنده دنس اعلى هيبقى عنده اعلى. فبالتالي الدينس بتاعت اكس اعلى فعشان كده عندها ضغط اعلى. السؤال ده برضو سؤال كويس اوي. بيقولك ركب لي النقط اللي قدامك دول. وان و تو سري. انهي عنده اعلى ضغط. ام ماشي. فاكيد طبعا النقط التلاتة دي عنده عمق اكتر. بتاعها شديد اكتر. فبالتالي ضغطها عالي. وكل ما بننزل الضغط. كل ما بنطلع للسطح الضغط هيقل. ماشي. هنا ضغط عالي. هنا متوسط. هنا ضغط قليل. ده بقى اهم سؤال عندنا في الافالواشن. اصعب مسألة موجودة في الافالواشن ومحتاجة مننا شوية التركيز. تعالوا نقر السؤال الاول كده وبعدين نحله بالتفصيل. بيقول لك عندنا زا فيجر شوز زا بوينت اكس وواي وزد. اللي هما هنا قدامنا. نقطة اكس هاي. وواي وزد. ادي زد. وهدي واي. وهدي اكس. ام موجودين طبعا في بلوز سيرفوس اف لايك اس شوان. if you know that the effective water pressure at point x is one bar. يبقى كده عارفين ان البرشر تهليكود. عنده نقطة اكس. واحد بار. دي معلومة عندنا. what is the total pressure at point y وبوينت زد. يعني هو هنا طالب عند النقصتين دول. مديهنا بس عند نقطة وعايز عند نقصتين تانية. فطالما عايز يبقى لازم يدينا اتموسفيريك بريشر. فدينا هنا اتموسفيريك بريشر بواحد بار. تمام. تعالى بقى نبدأ نحل الكلام ده ونشوف هنحله ازاي. عايزين كده نبص على الصورة دي ونفصصها. ادي هنا السيرفوس. ماشي. وادي نقطة اكس. نقطة اكس هنا. المسافة ما بينها وما بين السيرفوس. اتش. ماشي. الاتش دي. مش عارفين هي بكام. بس احنا عارفين ان الضغط هنا عند نقطة اكس ده واحد بار. مين يقدر يقول لي طالما الضغط واحد بار يبقى إحنا عارفين عشرة متر بواحد بار. يبقى لما اضغط هنا واحد بار فاحنا عارفنا كده ان اتش دي بعشر. فدي هتحللنا السؤال كله. كده عifeنا ان دي كده عشر متر. من هنا الهنا. يبقى نقطة Y على عمق ادي ايه هي على عمق اتنين اتش. لان هنا وققه ادي اتش واده الاتش التانية فهي على عمق اتنين اتش. الاتش الوحدة بعاشرة متر. يبقى نقطة هنا عند عمقى عشرين متر. نقطة زد ده هتبقى كام طبعا? تلاتة اتشات. تبقى على عمق تلاتين متر. ماشي. يبقى كده طالما احنا عرفنا ان نقطة اكس عندها ضغط واحد بار فنقطة عندها ضغط اتنين بار. لانها عند عمقى عشرين متر. يبقى نقطة زد ضغط بتاعها تلاتة بار. عشان هي على عمقى تلاتين متر. طبعا كل اللي احنا حسبناه ده. ده هنا الارقام دي كلها هو مش طالف في السؤال هو طالف في السؤال يعني هناخد الرقم بتاع ده ونعمله بلاس بس كده خلاص السؤال هيبقى بسيط قوي فبيقول لك هنا عايز هو عبارة عن برشور اتموسفير بلاس برشور الليكويد. ماشي برشور اتموسفيريك عندنا بكام بواحد بار. برشور الليكويد عنده نقطة اي اهو باتنين بار. يبقى التوتل كام تلاتة بار. كده حلين اول واحدة. تاني واحدة بوينت زد. برشور التوتل ايكول برشور اتموسفيريك بلاس برشور الليكويد. ماشي برشور اتموسفيريك بواحد بار برشور الليكويد بتلاتة. هنا احنا حسبناه عشان هو على عمق تلاتين متر. يبقى التوتل برشور هيبقى اربعة بار. بس كده هيا دين مسائل اللي كان فيها مشاكل في الاولواشن. اه لو انت عايز تحل المسائل دي كلها بيدك. تحلها بيدك كده واحدة واحدة وتكتبها على الكولياتر وتطلع على ناتج النهائي وتكتب جان بوليونت. اه تحل بجد. انت كده بتتحسل مهارتك في الحل ده هيسهل عليك الفيزيكس في السنين الجاية ان شاء الله. ان انت هيبقى عندك مهارة حل المسائل دي. حاجة بتيجي بالتدريب. ما بتجيش بين يوم وليلة. فكل ما تحل اكتر. ايه دك هاتبها اسرع. تستعمال لك الكولياتر وفي كتابة المسائل وحفظ القواين. اه فبس هي دي الحاجة اللي هتسهل عليك الدنيا ان شاء الله في ثانية وفي ثالثة سنة. اه ربنا وفاكم يا شباب و اه ربنا معكم في متحان الشهر. ولو حد احتاج اي حاجة يبعتلي في اي وقت انا معاكم اه بالتوفيق. شوفكم على خير مع السلامة.